موسيقى ورجعنا لكم والأهلي خط أحمر وكمان أحلام منتخب مصر وأحلام كل المصريين في رحلة التأهل لكأس العالم رحلة صعبة رحلة محتاجة كتير جدا من الثقة أكتر من الإصرار والمهم التركيز في كل تفصيلة وصغيرة وكبيرة لأن مباراة السنغال هنا وفي دكار مباريات في منتهى الصعوبة أمام قائمة أيضا للسنغال مدججة بالنجوب لكن قائمة منتخب مصر لازم نستعرضها معاكم عشان أكيد حيكون عندنا تعقبات على اختيارات القائمة نستعرض الأسماء عندنا قائمة المنتخب الوطني حراسة المرمى فيها محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي خط الدفاع عمر كمال عمر جابر ياسر إبراهيم ومفاجأة سعيدة لكتير من الأهلوية ويمكن متوقعة لكتير برضو منهم محمد عبد المنعم الونش محمود علاء أيمن أشرف أحمد فتوح خط الوسط حمدي فتحي نبيل عماد دونجة عمر السلية إمام عشور ومحمد النني وأيضا مفاجأة سعيدة للأهلوية بوجود أفشة خط الهجوم محمد صلاح زيزو مصطفى محمد مروان حمدي وعمر مرموش وتريزي جي ده التشكيل أو دي قائمة المنتخب اللي وقع عليها الاختيار أكيد هنتكلم معاكم في بعض اللاعبين اللي مفترض كان يكون عندهم الحظ بالتواجد وبعض اللاعبين اللي نتمنى إن كيروش يكون عنده أهدافه المحددة أسامة من تواجدهم في القائمة بالتأكيد بص احنا دايما هنا داعمين لمنتخب مصر بطبيعة الحال لأن انت لازم تكون داعم لمنتخب مصر من وجهة نظري أو مش لازم لو انت شايف أنا بشوف إن احنا لازم نكون خلف أي عناصر من عناصر الفريق وعندي قناعات شخصية إن دائما وأبدا المدير الفني له حق الاختيار بالتأكيد يعني احنا كنا حابين إن يكون محمد شريف متواجد خاصة أن محمد شريف هو هداف منتخب مصر نفسه ولكن في النهاية اختيارات المدير الفني حق أصيل للمدير الفني دا قناعاتنا دا اللي احنا لازم نكون حطينه في حساباتنا قبل أي انتقادات بنحب بالتأكيد بندعم لعبينا بالتأكيد ولكن في النهاية دي قرارات مدير فني فكرة حب وقره والكلام دا أنا مش بميل لها فبالتالي المجموعة اللي تم اختيارها كل الدعم لها وكل الدعم لمستر كيروش إنه يختار أنسب تشكيل لمواجهات صعبة من وجهة نظري بل صعبة جدا وإن كنت حابب يعني أن الجيل دا يصعد كأس العالم عشان نعتاد على فكرة التواجد لأن احنا دولة قديمة جدا في كرة القدم بالتأكيد السنغال ومحترف السنغال ولكن احنا وصلنا معهم لإكسرا تايم 120 دقيقة فازوا برقلات ترجيح فكل شيء وارد ونقدر بشرط اللي أنا كنت بقوله في مباريات أو مع بيتس موسماني مبارياتنا فكرة أنك تحافظ على نظافة شباكك في القاهرة يكون عندك حجد جمهير كبير وأنا عندي ثقة أن كروش مش هندفع بشكل أو بآخر وهيلعب بتوازن بشكل كبير جدا لأن بداية الصعود إن شاء الله وأول قدم تحطها على طائرة الوصول لكأس العالم هتكون من خلال نظافة شباكك على ملعبك ومحاولة تسجيل هدف هتفتح أمامك الأمور بشكل أو بآخر طبعا يعني فيه ناس دخلوا بشكل جديد جدا وهم عمر جابر ما كانوش موجودين مع المنتخف وهم أفريقيا ولا البصولة العربية وطبعا ياسر إبراهيم ونبيل عماد دونجا وطبعا كان عندنا يعني بخروج محمد شريف إصابة حجازي وإصابة أكرم توفيق اللي بنتمنى لهم السلام ونعودة سريعا للملعب وأيضا خروج مهند لشين ودي ممكن تكون مفاجأة أيضا بالنسبة لي ولكن هو ضم على حسابه عماد دونجا ودخوله عمر جابر بالتأكيد من وجهة نظري كان مكانه هيكون لمحمد هاني ولكن الإصابة حرمت محمد هاني من التواجد في قيمة المنتخب لكن أنا شايف أن دي طبيعة كرش اللي اختيارات تكون كل مركز فيه اتنين لعيبة ما لك مبتسم لي أصلا هو كرش هو كرش يعني من ضع تتكلم كمان في فكرة أن فيريرا حيقنع كرش بضرورة وجود طريق حامد فأنت بتجي تلاقي عماد دونجا هي بعيدا عن هو لعب عارفه لو بدأ يدخل رجله في الملعب أنت في لعبين يا أسامة في كرة القدم أنت لو عارف مستوى إيه لو بدأ يدخل معايا وأقدر أجهزه أجهزه حتى لو موجود بديل لأن فرص نبيل عماد دونجا في المشاركة الأساسية تكاد تكون معدوم أنا معاك بس حتى لو كان بيلعب ده اللي أنا عايز أوصله ما كانش حياخد هو استبعد أفشة في الوقت اللي كان مقتنع أنه هو أفشة منفاشة يبقى موجود وضم أفشة لأن هي قناعته في اللحظة دي أن أفشة يبقى موجود وعبدالله السعيد اللي كان معاه تجي أنه خرج دوليا هو شاف أفشة يقدر يبقى موجود